نبدأ حلقتنا بإيه النهاردة مبارح كان في حدثين مهمين جدا أعتقد جماهي النادي الأهلي كانت منتظران بفرغ الصبر بعد فترة غياب طبعا لفريق كورت القدم وكان في نهاية سوبر المصري لكورت السلة المباراة لصدفتها دولة البحرين الشقيق الأهلي والزمالك في سوبر مصري جديد ولكن في كورت السلة والأهلي مبارح ونجوم الأهلي وأبطاله وعملقة سلة الأهلي نجحوا في الفوز ببطولة السوبر المصري وإضافة بطولة جديدة لدولة بطولات النادي الأهلي شرفونا مبارح ورفعوا رأسنا وأيضا الحقيقة ظهروا في بداية المباراة وهم بيدعموا القضية الفلسطينية الأهلي ونادي الزمالك والحقيقة اسمحوا لي بممناسبة للشط ده يمكن إحنا دايما نتعودين أنه الأزمات بتوحدنا يعني بننسى أي خلافات أو اختلافات بيننا وبين بعض في وقت الأزمة والحقيقة الحالة دي الحالة الإيجابية دي الحالة الصحية دي أتمنى أن احنا نشتغل عليها ومن ننساهاش مع الأيام مش لازم ريمة ترجع على عادتها القديمة في حالة حلوة قوي حصلة على سوشال ميديا حتى بين الجمهير المختلفة وكأن أزمة أشقاءنا في غزة وأشقاءنا في فلسطين وحدت الناس مرة تانية نستنا وأبعدتنا عن توافع الأمور وحصل حالة من التوحد وراء الأشقاء وأتمنى أنه الموضوع ده يستمر يعني ما فيش أبدا ما يستدعي أن احنا نرجع للحالة المزرية اللي كنا عليها حالة الفتنة وحالة التعصب وحالة الغضب الشديد وحالة كراهية المنافسة المفترض أنه الرياضة أساساً اتخلقت عشان تروض عشان تروض مش بس قصة قصة ترفيه وحب وانتماء لكن كمان عشان تروض حالة تنفسية واتطلحها في أفضل شكل حضاري ممكن وده اللي أنا شفته في خلال الـ 72 ساعة الأخيرة على منصات السوشال ميديا خلينا نكمل على كده وخلوا الناس اللي بتحاول لناها تزرع الفتن وتغزي التعصب تبعد عنها شوية ويقل تأثيرها علينا وأتمنى الحقيقة كمان يكون فيه رضع يعني الناس اللي بتشتغل على الحتة دي أملاً فيه الترند واللايك والشير أنه يكون فيه الحقيقة عقاب لأنه الفتنة في النهاية اللي بتحصل ممكن تحصل على أي مستوى مش بس السياسة لكن كمان الرياضة بل خليني أقول أنه وأزيد من شعر بيت أنه الرياضة ممكن تكون مجال أخطر بكتير جداً وممكن تكون أرض خصبة جداً لصناعة الفتنة ترجمة نانسي قنقر